ماشي قلولي طيب يلا حكام المباراة غداً مباراة النهد الأهلي ضد البنك الأهلي كابتن أمين عمر حكماً للساحة كابتن أحمد حسام حكماً مساعد كابتن سمير جمال حكماً مساعد تاني كابتن محمد العتباني حكماً رابع كابتن محمد سلامة وكابتن هاني عبد الفتاح للفار إذن طاقم التحكيم بقرة بقيادة كابتن أمين عمر يعني كان متقلق الحقيقة في مباراة الوداد وشباب الازداد يعني مش عايز أتكلم في حاجات الحقيقة لكن أتمنى من الله لو على النادي الأهلي رقل الجزاء من فضلك حسبها أهو أنا بقول إيه أيوة استاد المقاولين العرب بكرة إن شاء الله حكم الساحة كابتن أمين عمر حكم مساعد أحمد حسام حكم مساعد كابتن سمير جمال حكم رابع كابتن محمد العتباني كابتن محمد سلامة وكابتن هاني عبد الفتاح وكام الفار كل اللي أنا عايزه من حضراتكم بكرة كتاقم تحكيم بعد إذنكم لو سمحتوا لو سمحتوا النادي الأهلي لا يطلب إلا العدالة لو علينا ضرب الجزاء صحيحة احسب ضرب الجزاء صحيحة لو لينا من فضلك احسبها لنا لو من حقك أن أنت تروح للفار لو سمحت روح للفار ما فاش حاجة يعني الفار معمول عشان اسمه تقنية تقنية الفيديو لمساعدة الحكم لتحقيق العدالة التحقيق العدالة دي من عندي هي معمولة علشان مساعدة الحكم فلو سمحت لو حضرتك شاكك في واحدة من الكرات المهمة أو الصعبة راكل الجزاء افسايد اي حاجة من الحاجات دي هدف عدى الخط ولا معداش الخط لو سمحت والله ما فيها حاجة أن أنت ترجع للفار والله ما فيها ضد الأهلي أو مع الأهلي كل اللي عايزينه يا كابت الأمين لو سمحت عايزين حقنا والعدالة فقط حقنا والعدالة بس مش الكرة تبقى راكل الجزاء ما تحسبهاش راكل الجزاء على النادي الأهلي توت وتجري اي حد بيحصل خلال الفترة اللي فات كده مش شفتوا حضرتكوا كده معلش أنه لما بتيجي سيرت الحكام الحقيقة ببقى أتمنى أن يكون هناك تحكيما عادلا ترجمة نانسي قنقر